بصوا أنا أعتقد أنه كل المصريين في الوجود عندهم إحساس بأنه رمضان في الأولى حاجة تانية أصل الأولى بالنسبة لنا جميعا هي التلفزيون يعني يقولك هنفتح التلفزيون في رمضان يعني القناة الأولى يعني هنشوف المسلسل طول عمرنا كده هنشوف الفوزير هنشوف عم فؤاد هنشوف برامج جديدة فيها منوعات أو مسابقات تاريخنا كده طول الوقت إحنا في القناة الأولى في شهر رمضان دايما كنت تلاقي رمضان على القناة الأولى طعم تاني وطعم مختلف وممتلئ دائما بالبهجة والتنوع يعني أنا عايز أحكي لكم شوية على رمضان عندنا في القناة الأولى عمل إزاي إحنا رمضان عندنا في القناة الأولى في كل ما تريده النفس التواقى للمشاهدة يعني مثلا عايز برامج تعالي نوصفها بأنها البرامج الدينية أو البرامج الروحية والمتميزة جدا هتلاقي بقى برنامج فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب طبعا شيخ الأزهر الشريف هتلاقي برنامج نور الدين ده اسم البرنامج لمولانا فضيلة العلامة الدكتور علي جمع هتلاقي برنامج لمولانا فضيلة الشيخ الشعراوي وبالمناسبة مولانا فضيلة الشيخ الشعراوي تبدأ تكتشف كل يوم وكل شهر بيعدي عليك وكل سنة بتعدي عليك أن هذا الرجل رحمة الله عليه عبقري بكل ما يمكن لأي كلمة أن تصف عبقرية فزة في رؤيته في فلسفته في تفسيره في خفة ظله اللي الكل بيشهد بيها في كرم أخلاقه في توضعه الجم مع الكل تشوف برنامج مولانا الشيخ الشعراوي أو برامجه عموما وحلقاته اللي تظل دايما محفورة في الزاكرة وهو بيتكلم مع الناس وبيكلم معاهم وبينقشهم وبياخد منهم وبيرد عليهم وبيساعدهم على التفسير وعلى الفهم مولانا الشيخ الشعراوي المناسبة علشان كده هو عايش معنا الله يرحمه يا رب ويسكنه فسيح جناته وطيب الله ثراء زي ما اخواننا دايما في الخليج يقوله والله أنا حتى بتعجبني كمان بيعجبني المصطلح طيب الله ثراء عندنا كمان يا سادة كرام برنامج قلوب عامرة وده للدكتورة نادي عمارة عندنا برنامج لا تعسره وكنا اتكلمنا فيه مع مولانا الدكتور عمر الورداني زميلي العزيز رمي محمد عامل برنامج متميز جدا وانا دايما يعني بقى لكل ما سبق اسادزة كبار ومشايخ عظام بس زميلنا بقى رمي فهو زميلنا بقى فانا تلاقيني متحيز بقى للبرنامج بتاع رمي حبتين فعشان كده عايز اتكلم عليه حب انا عجبتني الفكرة سفراء النبي شوف هنا بقى رمي زميلنا عمل ايه عمل فكرة لطيفة جدا متعلقة بالبعاثات الدبلوماسية اللي كان بيبعثها الرسول عليها افضل الصلاة والسلام ونقى تلاتين سفير الرسول عليه الصلاة والسلام بعتهم لملوك وحكام الارض وهيحكي لكم الحدوتة من غير ما حرق لكم البرنامج بس كما جارت العادة رمي بيبزل مجهود كبير جدا في البحث وفي التقصي وبيبزل مجهود كمان في ايجاد الافكار الجديدة اللي بيتحفن بيها كل موسم رمضاني والتاني ونتمنى ان احنا دايما نشوف برامج من رمي على طول يعني لانه برامجه حلوة كده وظريفة وجميلة طيب تعالوا بقى نروح انه شاشة الاولى والحنين او النستالجيا الحنين من الماضي احنا السنة دي عندنا في القناة الاولى شوية حاجات حلوة فوزير عم فؤاد الاستاذ فؤاد المهندس اللي لما يقدم الفوزير موسم واثنين وثلاثة وما الى ذلك يقدم لك طول الوقت فوزير مختلفة جدا وتشوف ازاي استاذ فؤاد المهندس عم فؤاد هو بيقدم لك الفوزير للاجيال الصغيرة بالاسلوب الرائع بتاعه اللي هو دائما سهل ودائما لطيف ودائما قريب من النفس ولا يمكن ابدا انك انت تسيب فوزير عم فؤاد حتى لو كنت كبير انا اتذكر انه حتى الكبار لما احنا كنا اطفال كانوا يعودوا معانا ويتفرجوا على فوزير عم فؤاد اللي دائما كانت فزورة سهلة ممتعة دمها خفيف مفيدة وده شيء مهم جدا مش اي فزورة والسلام لازم كانت دائما الفزورة بتتقدم بطريقة وكان يبقالها قالب اماه وكان دائما يديلك من وراها معلومات كتير وتقعد تفكر حتى لما بتحل الفزورة صح كان لازم ترجع وتدور طبعا على ايامنا كنا بندور في الكتب والمجلات دلوقتي اليومين دول عن صغيرين على جوجل شغال حاجة صعبة جدا بس احنا اعتقد ان حياتنا خنت امتعب كتير وعشان كده الاولى ما سبتناش ومقدمنا لنا فوزير عم وفؤاد كمان مجموعة كبيرة جدا من الفوزير اللي كلنا حبناها زمان في برنامج زمن الفوزير يعني منقين كده ايه حتة وقطع وحلقات وما الى ذلك في برنامج زمن الفوزير طيب تعالوا بقى اخدكوا ونروح للبروبو بتاع برنامجنا الجميل كمجرة العادة الامام الطيب وهنرجع نكمل الكلام يا حي يا قيوم يا منتقم يا جبار اسماء الحسنة تنشئ انسان كل خير في جميع جوانب متى نصر الله القرآن قال ان نصر الله قريب واحنا الان بقول كده متى نصر الله وده مقتضى اسم الصبور ما علاقة اسماء الله الحسنة بالازمات التي نعيشها الان انظر كيف لطف قلب العبد لطفها حتى صارت محلا لاشرف شيء وهو معرفة الله سبحانه وتعالى هو عظيم بمعنى عظيم الذات عظيم الصفات عظيم الأفعال فهذه الاسماء الحسنة هي النوافذ على معرفة الله سبحانه وتعالى لو لا هذه الاسماء لم استطعت ان تعرف الله الإمام الطيب مع فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف يوميا الخامسة والنصف مساء في رمضان على قناة مصر الأولى برومو جميل طبعا فضيلة الإمام لا يحتاج مني لأي وصف ولا أستطيع حتى أن أدلي بشهادتي يعني فمن أنا حتى أشهد لمولانا فضيلة الإمام الأكبر لكن صديقي وزميل العزيز الدكتور محمد سعيد محفوظ أسئلته الحلوة أسئلته المهمة كما جرت العادة أسئلته شديدة العمق اللي بتعكس كمان ثقافته هو كمان الزاتية والتفكير المستمر في كل شيء وبالذاته هو بيشتغل على هذا البرنامج الهام والقيم طيب عايز بقى ناخد بعضنا ونشوف البرومو بتاع برنامج ولا تعسره يعني احنا اتكلمنا مع الدكتور عمر الورداني من غير ما نكشف كل البرنامج لكن مهم جدا أن احنا نشوف البرومو ومهم جدا أن احنا نعرضه على حضراتكم فتزدادوا شوقا على تشويق تعالوا نشوف البرومو سوا حاسس أن حياتك بقت صعبة ومليانة دغوط حاسس أن انت كمان قلقان على أولادك ومش عارف إزاي تحليهم أحسن منك حاسس أن علاقتك بشركة حياتك مليانة تحدياتك حاسس أن انت في ظلمة ومش عارف تقرب من النور كل ما تسهل الأمور وكل ما تيسرها كل ما حياتك تبقى مليانة بالراحة والطمأنينة وراحة البال تعالوا تعالوا مع بعض نعيش في بنامج ولا تعسر نعيش مع بعض عشان نطبق وسيد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا ولا تعسروا مع الدكتور عمر الورداني يوميا الثالثة والربع عصرا في رمضان على قناة مصر الأولى ولا أستطيع أن أخفي أنحيازي برضو لدكتور عمر الورداني دكتور عمر كمان صديق مش بس عالم جليل بتشرف بي ومش بس عالم جليل بتشرف أن أنا أشوف البرنامج بتاعه وعجبني البرومو جدا بتاع الدكتور عمر الورداني أولا لو خدت بالك البرومو بيبدأ بشكل منظر طبيعي مع عمارة رائعة جدا وبعد كده ياخدنا وتأملات ما بين العمارة الإسلامية من الداخل وده الإبداع البشري الفكر البشري عندما يبدع في الخط وفي الموتيفات وفي الألوان وفي التركيب المعمارية من جوه زائد المحتوى الأصلي بتاع البرنامج هنا بالمناسبة وده جد مش هزاري عام وليست أي مجاملة ودون أي شهادات مجروح هنا لازم يوريلك إزاي الشركة عندنا الشركة المتحدة خدت البرامج الروحية لو حبيت تسميها كده أو البرامج الدينية إذا برضو حبيت تسميها كده بطريقة مختلفة يعني البرنامج يتناول القضايا الفقهية والقضايا المعاصرة بشكل مختلف بشكل مختلف في كل حاجة بشكل مختلف في طريقة الكلام بشكل مختلف في الزاوية اللي بيتم تناول منها القضايا بشكل مختلف حتى في تصوير البرنامج شكل مختلف حتى في الزواية بتاعة التصوير والحاجات اللي عايزينك تشوفها فانا عشان كده يهمني جدا نكون تابعوا البرامج دي لانه متابعتها فيها افادة للروح وافادة للعقل وكمان فيها متعة للعين هنشوف كمان مع بعض على المسلسلات رمضان شهر المسلسلات جدا طبعا مصار اجباري المسلسل اللي انا واحد من الناس بتراهن على نجاحه كل نجاح ممكن المسلسل مصار اجباري زي ما حضراتكم اكيد طبعا عارفين هو بطولة احمد داش وعصام عمر والاتنين في رأيي هما جبابرة من الجيل الجديد يعني لا اكيد يعني الله ظهر مني يجيب 25 سنة مثلا كويس لكن كمان اتنين مليانين موهبة واتنين طول الوقت عندهم حالة اجتهد مستمر يقف بقى جنبهم صبرين ويقف جنبهم بسمة طبعا جوري بكر نور محمود ميل غيطي عدد كبير جدا من النجوم من اجيال مختلفة وهو سيناريو وحوار امين جمال ومحمد محرز وامينة بباوي واخراج ندين خان وانتاج المتحدة للخدمات الاعلامية مسلسل بالمناسبة 15 حلقة الاحداث بقى طبعا انا مش اقول لكم كل حاجة بس عمر اللي هو عصام يعني نفسه طالع بدور عمر هو طالب جامعي يفاجأ عمر بانه ليه اخ غير شقيق اللي هو اخوه بقى في المسلسل اسمه حسين اللي هو احمد داش يكتشفوا الاكتشاف ده بعد وفاة والدهم هذا الامر بالتأكيد يؤدي الى صدمة لدى عمر تحديدا فيبدأ يشوف هيتعامل ويتعايش مع الواقع الجديد ازاي طيب هل اخوه مصدوم اكيد برضو اخوه مصدوم هو مش عارف يعني خلي بالك يعني اخوه هو كمان عنده صدمته وهو مش عاجبه فكرة انه ليه اخ مش قادر يتصالح مع الفكرة او عايز اقولك مسلسل ده واقعي لان انا شفت اصر كده يعني مش بقى ان هم اكتشفوا انه ليهم اخوات لكن هم عارفين انه ليهم اخوات بس ما كانوش بيتعاملوا سوا فيبدأوا يتصدموا في انهم مضطرين يتعاملوا مع اخواتهم دول وبعضهم يبدأ يتعامل بمنتهى الود والارحي والبعض يتعامل بمنتهى العدوانية ايه اللي بيحصل ده بقى اللي انت هتشوفه في المسلسل اللي هيبقى مليان مفاجئات هتعد طول الوقت تفاجئك وتقلبلك الاحداث طول الوقت رأسا على عقب لكن الاخين هنا بقى في الحالة لازم هيمشوا مع بعض في نفس المسار وهنا هو المسار الاجباري وده البرومو انا عمر البرنس وديه وصياتي بكتبع لاني حاسس ان المتقرب مني تنتم اللي اتنين ولاد عمر البرنس طيب ده مصار اجباري مش بقى مش هنقعد نكشف تفاصيل بس ده مصار اجباري وانا ادعوكم جدا لمشاهدتو على قناة القناة الاولى دي يا جماعة هي قناة الاسرة المصرية معروفة كل قنواتنا الشقيقة حلوة وجميلة وتجنن بس احنا رمضان دايما عندنا حاجة تانية بالفعل كفاء اخي الاحساس بانك انت فاتح التلفزيون على القناة الاولى واحد بتتفرج على المسلسل بتخيل بقى مثلا يبقى معاك ولادك اللي بيتترجو على نفس القناة اللي انت كنت بتتفرج عليها زي من من 40 سنة وبنفس التقلق وبناء يعني حاجة يا جميلة طيب تعالوا دروح له مسلسل اخر وهو مسلسل صدفة واللي بتدور احداث المسلسل فيه اطار تقدر تسميه الكوميديا الاجتماعية اصارة تشويق صدفة مدرسة التاريخ اللي بتتعرض لصدفة ما في حياتها فتبدأ تغير مصار هذه الحياة او مجرى هذه الحياة فتجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة محلات سالونات شعر فؤاد مهرد تبدأ الاحداث بقى ايه الشيقة تحصل ونبدأ بقى نشوف المشاهد اللي حضر لكم هتشوفوها من ناحية تانية المسلسل مش كوميديا في المطلق يعني مش كوميديا لغرض الكوميديا احنا كنا بنتكلم في ايه فانو ده مسلسل كوميديا اجتماعية فبيتعرض لقصص حواديث قضايا المراهقين طلاب المدارس الثانوية المشكلات الاجتماعية اللي بيمر بيها الولاد في السن ده واعلاقتهم بالمدرسين بتاعه طبعا صدفة هو بطولة ريهام حجاج وانا عجبني جدا بالمناسبة ريهام السنة دي واضح جدا انا مش رفتش ربعا اكيد المسلسل زي زي حضراتكم لكن من التيزرز اللي اتعملت او اللي بيسموها الايه التيزر اللي هو ايه حاجات التشويقية اللي اتعملت والبرومو بتاعه اللي هو يعني اعلان المسلسل الترويج بتاعه ريهام قدمي نفسها السنة دي في رمضان بشكل مختلف تماما وانا ارى انها تقدم نفسها بمنتهى الجراء ريهام وهي بتعمل كوميديا اجتماعية وده شيء لطيف واضح جدا ان المسلسل فعلا يعني دمه خفيف وده هيخليني ارجع لفيلم يوم ملوش لازمة وده كان طبعا بطولة محمد يانيدي وريهام حجاج ومحمد ممدوح تايسون ريهام قدمت نفسها في يوم ملوش لازمة كوميديا صح؟ تمام ويمكن بعدت خطوتين عن الكوميديا او ثلاث خطوات وعلى ما يبدو راجع لها تاني بشكل مختلف وانا من الناس اللي عايزة تشوف المسلسل بالمناسبة وسعيد جدا بانه ريهام قدم لنا نفسها المرة دي بطريقة مختلفة بشكل مختلف ان شاء الله هيبقى كويس طبعا ده تالت مرة لريهام وصديقي العزيز جدا اوي خالص سامح عبدالعزيز المخرج المبدع دائما وكانوا قبل كده عملوا مع بعض يوترن لو تفتكروا في رمضان اللي فات لا لكن اللي قبلوا بعد كده عملوا مسلسل جميلة رمضان اللي فات التعاون الرابع مع صديقنا كلنا اللي الناس كلها بتحبوا ايمن سلامة وطبعا ايمن من اجمل كتاب السيناريو ومن اكتر الناس اللي بيقدروا يفهموا ريهام حاجات كويس ولو تفتكر ان هم بدأوا في مسلسل لما كنا صغيرين بعد كده بقى اكملوا يوترن جميلة والمرة دي صدفة وهكذا بيشارك في هذه البطولة العبقري خالد الصاوي وست العبقريات مدام صلو خطاب حاجة سكرة بصراحة انا حبها اوي اوي ما اكيد ما حبها اكيد بحس انها قريبة مننا كلنا انها موجودة في البيوت انها قدر على تكسيد اي شخصية جدا بين قوسين ثقيلين وحط الاف الخطوط العريضة تحت اسم الاستاذ رشدي الشامي استاذ رشدي الشامي اللي بياخدك لا مش هقولك المدرسة طبعا ولا هقولك الاداء لكن هياخدك للحالة بتاعة حد زي استاذكي رستو حد زي استيفان رستي ده مثلا حد زي عدلي كاسب حد زي العبقاري العظيم صلاح منصور لها ايه انا اقدر اقدم كل الشخصيات كبير صغير كوميدي شرير عادي مغلوب على امره موظف باشا فلاح عامل كل حاجة انا في رأيي ده الاستاذ رشدي الشامي باقتدار وامتياز معاهم كمان ميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقه ونور ايهاب وعدد بقى كبير جدا من الوجوه الشابة الجديدة برضو عايزين نشوف البرومو ده هو اللي بخليني يوثق ان المسلسل ده يبقى حلو والله بكلمكم بأمانة اتفرجوا عبرومو وبردو لسه هنرجع نكمل الكلام احضرتك بمين بقى ايه حكايتها لسمها صدفة دي ايه اسمك صدفة عجيبة يا البت اللي معتوها دي مسلطلك ايه هدفك في الحياة ايه السؤال الصعب ده بتشتغل مدرسة في مدرسة فرق انا عمود فاطر المدرسة انا قلتلك بعيد عن الناس دي ولا لأ اقرب من صدفة انا اللي هافر محددك هو انت كنت بتقول ايه الرجل ده انا مش هسيبه بحاله ايه رأيك تبقى بتضيع نفسك يا صدفة هو انت بتهدديني متعولك مرأستي ولا ايه انا عمري خد يا صاح فقير يسول ولا غاني يخني حبك صراحة غريب جدا مضحك يعني مجردك انت تشوف البرومو لازم اتبتسم بالمناسبة خالد الصوي يا جماعة ممكن تقولي ايه الرابط ما بين خالد الصوي في كده رضا مثلا وخالد الصوي في الاختيار وهو عامل دور خيرة ما يتسماش وخالد الصوي مثلا مثلا انا بقولك على حاجات كتير جدا يعني مفيش اي رابط الرابط الحقيقي هنا هو موهبة فزة اسمها خالد الصوي وخالد الصوي موهبة فزة وهو بيكتب وهو بيمثل وهو بيتناقش وهو كبني ادم لان هو بني ادم اكتر من جميل كمان واظل ده برضو منعكس جدا على الشاشة يعني الناس دايما يقولك ايه فلان عنده قبول اهو خالد الصوي ده ربنا كاتب له من القبول اوسعه على كل مش عاوز اقعد اتكلم كتير في القصة دي لانه انا خالد احنا صحابه كلنا سعرف ان احنا صحابك عما انت بجامل مين خالد ده مزهل يا جماعة مزهل ده بجد مش زارع وادعوكم كمان لمراجعة كتابات خالد الصوي لانه بيكتب حلوة قوي قوي يعني